كنت متمنى انه هيكي ادخل عالجزائر اخد منصب دفعت رشوة لكثير اشخاص حان الوقت انه هيدا الوجه المزيف يروح دفعت رشوة لكثير اشخاص واحد منهم عارف المشاكرة تكوني حفيدة الامير عبدالقادر يعني عندك عيب يعني هذا لازم يتمشى فوق ظهرك اكيد فالانسان اللي بيكون عمل فرق واثر بالدنيا مثل الامير جده وافتخر فيه اليوم اني بقول جده وكنت عملت تصريح انه انا حفيدة الامير عبدالقادر الجزائري ولكن الحقيقة والواقع انه انا لست وحفيدته ولا حتى بعرفه احبه جنسيات مختلفة احبه جنسيات مختلفة لكن احببت ان اتي الى الجزائر لانها تربة خصبة بما يخص كتاباتي او طريقة ثقافية التي اتكلم بها فهي تعود فيها الفضل الاول والاخير لشخص ساعدني ووقف معي واعتقد انني انا انسان مميحة لكن دمير الواحد بيامبه وانا لازم اعترف بهذا الموضوع ولا شي من الي كتبتوله الي ولا حتى بعرف اكتب عربي صراحة وكنت بتمنى انه هكي ادخل على الجزائر اخد منصب دفعت رشوة لكتير اشخاص واحد منهم عارف مشاكرة اللي وعدني بمنصب عن طريق شخص هون في امريكا فدفعت له مبلع ورشات عشان اخد منصب وكانت محاولات كتير ولكن حان الوقت انه هذا الوجه المزيف يروح وانه تحفوا هي الحقيقة بابت وانا قلت سمحوني باعرف يفكر هاي كل موضوع صعب بس هي الحياتي الحيات لازم تستمر مأن. نعم,. دين، 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 دين،